يا رب يا رحمن يا ودود إليك نرفع أيدينا في هذا الشهر العظيم خاشعين لعظمتك اللهم نور قلوبنا بحبك ولين ألسنتنا بذكرك وأنر عقولنا بتلاوة قرآنك واجمع شمل المسلمين برحمتك من المشفق إلى المغرب آمين يا رب العالمين أردنا أن نخص موضوع الأسرة بالاهتمام وذلك لأهمية الأسرة ويتجل ذلك طبعا في عناية الشرع الإسلامية بموضوع الأسرة في مواضع عديدة من كتاب الله العزيز وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أهمية للأسرة في أحاديث نبوية عديدة نحن لمناقشة هذا الموضوع تحضر معنا الضيفة الكريمة الدكتورة سمح بن فرحة أهلا بك سيدتي في برنامج نفحة رمضان سيدتي مسألة الأسرة مهمة طبعا في إطار العلاقات وترابط العلاقات بين الأزواج وبين الأزواج أو الأباء والأمهات والأبناء نبدأ بالعلاقات الزوجية مكانتها في الشرع الإسلامي طبعا هو المسلم إنسان رباني يعني عبد رباني ربي سبحانه وتعالى أعتنا بجميع نواحي الحياة كل شيء داخل في علاقتك بربي سبحانه وتعالى علاقاتك الكل مع ولادك مع زوجتك مع زوجك كلها داخلة في علاقتك مع ربي بها تبتغي وجه الله وتخاف ربي في تلك العلاقة وتخشاه قبل أن تخشى الناس طبعا العلاقة الزوجية مهمة جدا ربي سبحانه وتعالى هي عليها يقوم هذا الكون واستمرار النوع البشري ولذلك الشرع الدخل فيها تدخل جدي ومهم اجعلها مقيدة بعقد لابد من عقد لابد من مهر لابد من نفقة اعطى بين حقوق كلا الطرفين بشي قل النزاع و بشي قل الخلاف خطر الخلاف عادي يصير بين البشر اكيد ربي سبحانه وتعالى وصفها باوصاف ما شاء الله ياسر معبرة هن لباس لكم وانتم لباس لهم جعل بينهم مودة ورحمة فهذه هي العلاقة الزوجية هي تعاون اثنين انا نعاونك وانت تعاوني وشي جيبوا ابناء بطبيعة الحال ويربيوهم على طاعة ربي سبحانه وتعالى وبشيكونوا صالحين فهدف الاسرة هي الانسان لابد انه يحتاج انسان يعاونه في حياته وكل انسان ماذا بيه يجيب صغار الاسرة هذه هي الحاضنة الاطفال اللي هما شهما هما نماذج من المجتمع اللي هو بشيكون لابد ان يكون باذن الله صالح وبعيد على الفساد في الارض نعم والابناء ايضا لهم حقوق الشرع الاسلامية هتم ايضا بالابناء لديهم حقوق على ابائهم في اطار علاقة جدلية مع الواجبات فماذا عن حقوق الابناء في الشرع الاسلامي احنا الساعة قبل نتعدى والابناء نزيد ونوصيه ورجال على انساهم ونوصيه وننسا على رجالهم فيما بعد ستكون ثمت اطلالة في شهر رمضان في هذا الموضوع ان شاء الله بايبي ان الله سميع العليم لكن احنا ديما نقوله نخافه ربي في القرين ديما نخافه ربي ان نحافظه على علاقتنا به من خلال خوفنا من الله جل وعلا ونرعيه فيه ربي الابناء للأسف الشديد نقوله مش ماخدين حقوقهم برشب يعني اكثر قضيح روز الشريعة الاسلامية اعتنات بالابناء ورب سبحانه وتعالى وصان عليهم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعتبر نفق متاحهم ابدأ بمن تعول قال معناها تبدأ تنفق على ابنائك لكن مش هذي فقط الجانب اللي يحتاجوه الابناء احنا ديما للأسف شديد نتصوروا حقوق ابنائنا نتمثل في انا نظرفوا عليهم ونوكلهم ونشربوهم لا معناها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتنا نتعلموا منه كيفاش الرحمة كيفاش نعلموا الصغار الرحمة كيفاش كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقف يستقبل بنته يقفلها ويقاعدها في بلاسته معناها احنا نربيوه ابناءنا على الكرامة ونعطيهم قد ما نقدروا محبة وحنان وعاطفة في النهاية رو حتى الذكاء حتى مستوى الذكاء عند طفلك يختلف من صغير لصغير باختلاف قداش يالندراه هو شابع مك الرحمة والمودة اللي هي لابد الأصل تكون عند الناس جميعا الراحمون يرحمهم الله وليس مننا من لم يوقر كبيرا وليس مننا من لم يرحب صغيرا احنا عادات سيئة ياسر منتشرة في مجتمعاتنا ضرب الأبناء ما عندكش حق تضربه انت حتى كان انت بوه مش حتى في القانون وقلوا لاي القانون رو ولا القانون يمنع المربي والمعلم بش يضرب التلميذ ولا يمنع البو بش يضرب ولده ربي سبحانه وتعالى قبل ذاك لا يضربوا خياركم يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل القانون وقبل كل شيء ربي سبحانه وتعالى كالإنسان ذاك كتفل صغير انت كي تضربه أهدرت الكرامة البشرية اللي هي ربي سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم معناها هو ربي سبحانه وتعالى كربه ما يجيش انت تضربه حتى ولو كنت انت بوه ثم جنوه الجرم اللي هو عامله مسكين ثانيا روحنا انت تعاقب فيها لشنوه هو التعليم بالقدوة معناها هو روح حتى كانت عنده عادة سيئة وإلا كان عنده تصرف سلبي وإلا قال كلمة خايبة وإلا تصرف تصرف مشين رو تعلمه منك انت رو تعلمه من أمه ولا أبوه تقول لي لا لا أنا ولا أبوه نعملوها كاي نقولك أكيد انت حتيته فرصة خليته شوف واحد آخر في الشارع أكيد خليته يلعب في الشارع باش اخذي نموذج سيء أكيد حتيته في الشباك باش شاف نموذج سيء أكيد حتيته قدام التلفزة ومشيت وخليته ياخذ نموذج سيء وبعد تحب تعقب وعلى شنوه تعقب كل غلطة يغلطها ابنك أكيد ترجع انت كيفاش ربيته يعني هو كلامك فيها جانب كبير من الصحة الأبناء يعني نحن نربيه في المنزل ولكن عندما يخرج إلى الشارع ثم تأثر كبير يعني لا توقع لهم على الأولياء شوف فيها نسبة لكن ابنك وقتل يتربيه بإذن الله نقوله على الصحة إن شاء الله خمسة سنوات الأولى في ديك رو والدك وهو رو أكثر حاجة تتبنى فيها جخصية الإنسان رو في تلك السنوات الأولى قبل لا يخرج المجتمع وعلى ذلك احنا نتعلم اليوم في المدارس وفي المعاهد نشوف أولادي ميحوا للفساد ونشوف أولادي ميحوا للصلاح لكن حتى سن الخامسة عشرة تقريبا لا هو شوف الأربعة عشر طوفة تربية هو كما أحنا سيدنا علي يقول لاعبه سبعا أدبه سبعا صاحبه سبعا أحنا العباد الكل تحب تربيه في الأربعة عشر وقت اللي هو انتهى هو انت تربية هي تبدأ بالسن الأولى هي التربية تكون بالقدوة ثم خمسة سنين لو اللي يشوفك هو اللي بيش تعملوا انت وبش يعملوا أدبه سبعا ينجم ياخذ عادات سيئة وقتها انت بيش تأدبوا مش بالضرب زيد واضح وانا لا يضربوا خياركم حتى لو كان برش يقول لك وضربوهم لعشر ولكنه لم يضرب صلى الله عليه وسلم قط نعم إن شاء الله على كل حال والكلام البديء لا زيدا زيدا نقولولهم ساعات نعيروهم وما نقرنوش به وبينغيروا لا نحبوا ليداتنا وكل صغير أكيد رو عنده عنده حاجة مبدع فيها أكيد رو عنده جانب جيد في شخصيت طيب دكتورة نحن ما دمنا في شهر رمضان أكيد أن الجانب الروحي يتجلب في البيوت التونسية عموما ودون استثناءات التربية الإيمانية لأبنائنا ربما تكون الفرصة سانحة أكثر من سهر الأيام لغرس الجانب الروحي لقيامنا الإسلامية سمحة في أبنائنا فكيف تكون الفرصة سانحة ونستغلها نحن الأولياء في هذا الشهر طبعا هي الفرصة سانحة لماذا خطرنا للأسف قلت لاجتماعات الأسرة في سير الأيام كل واحد يفطر في وقت وينجم البو لا يفطر لا يتعشها مع أصغار وضرورة عمل وتقتضي ذلك وتنجم الأم مسكينة لا تفطر ولا تتعشها مع أولادها الفطور تلقاها في الخدمة ووقت العشاية تسبقهم هي وتقعد هي سهرة في الكوجينة الحمد لله من رحمة ربي بينا نجعلها الشهر رضاية نتلموا فيه فأبنائك تعديلهم رسائل في خلالك القاعدة هذه أولا بتصرفاتك أنت كيراك تكرم أمك معاك في الدار يراك ضيف مسكين فقير يراك تطعم غيرك يراك تقرأ قرآن أكيد هذه كلها تربية روحية أنا مش بالقول فقط تقول لهم يا أولاد رمضان مهم وعبادات وكذا لا هو كي يستشعر فيك هو صغير ذكي صغير ذكي ويميز ويعرف أنت شنوها قاعد تعمل ما غير ما أنت تقول له تبعني ولا قلدني ونهزوهم معنا للترويح ونحاولوا نعطيهم قدوة باية مش إن شاء الله بإذن الله سامير عليم يقلدون خطره يقلدوا صغار يقلدوا فقد ما أنت تكون متربي وقد ما أنت تكون قريب بالربي في شهر رمضان قد ما تعطي فيها المعاني هذهك ونرميه لهم خلال إحنا قاعدين ونستثمروا كل قاعدة هذهك رسائل شنو نحبوهم أحنا بإذن الله شنو نحبوهم يكونوا شنو ننصحوهم النصائح هذهك من خلال استثمارك الجلسة هذه طيب دكتورة بالنسبة إلى العبادة الجماعية سواء كانت في الصلاة صلاة الجماعة صلاة الترويح حتى تليود القرآن في إطار الجماعة ماذا عن العبادة الجماعية في هذا الشهر؟ طبعا هي ديما الجماعة أفضل من الواحد حتى في إطار التربية أي وحتى إحنا في الأحسن حاجة هي كونه حتى إحنا في الدار مع بعضنا كما قلوا إحنا سير لأيما نتلموش حتى نصليه في الدار شوية مع بعضنا إحنا مجنوشيوا للترويح لكن ماذا بينا حتى في الدار لقولوا إحنا لو فرضنا البو ما مشاش للجامع يصلي بصغيرات ولو فرضنا البو مش لجامع وأم يسالش تلمي بنيتها أو كتلمي بنيتها الرجل زي ولده معاها للجامع زد في الدار إذا صلينا مع بعضنا بش نقول ونقرأ وقرآن أي يجيب مصحف أنت ونقرأ وما بعضنا أكيد ديما الجماعة تعطي طاقة أكثر أكيد تعاون يستعين الإنسان مش كيما قول أنا وحدي نقرأ في القرآن أما كانت لم كل مرة أنا وولادي نقرأ في القرآن أكيد بش نجم نواضب أكثر معناها بش اليوم ظهر لي من مش نقرأ لكن كيف يبدأ ولادي ونقول لي طو بش نخلف أنا الموعد معناها بش هما طو بيبطلوا ما يقرأوش وسواء بالنسبة لها ولا ليهم يكون أفضل دائما أعمال الجماعية تكون أفضل وبينها نعلمهم العمل الجماعي ونعلمهم التعامل مع الناس وبش إن شاء الله نهارة اللي يخرجوا للمجتمع يلقوا رواح مبدأ الحوار دكتورة في شهر رمضان باعتبار أن الفرصة يعني متاحة أكثر مسار الأيام مبدأ الحوار هو مهم جدا في إطار التربية وترسيخ القيم الأخلاقية ما رأيك؟ حاجة غايبة تقريبا منعدمة للأسف شديد في بناتنا أو بنات صغارنا نحن نمشي للحل الأسهل والأسوأ هو أضرب أضرب عاقب في حين أنك كانت تحاوره كانت تحكي معاه حيث نشوفه شنوه أنت عليش عملت الحكاية هذه أنت غلط بايا عليش عملتها نفهمك ثم نحكي معاك نقنعك وتقنعني بالعكس يعطي مفعوله خير من لي أني نضربه ربما تختفيك الحاجة ذيك في الوقت هذيك لكنها ترجع بقوة أكثر ولكن كيف نحاوره ونحكي معاه زادا مش نحكي معاه نخليه الدفل يحكي ويعبرهم بعض آه مثلا أنت كنت عملت هكا نرجع ونعاقبه أكيد بالعكس هو الحوار سواء بين الزوج والزوجة اللي هو مفقود زادا الأسف الشديد في أغلب الأحيان معناها ماذا بينا في رمضان مدام كما قلنا أحنا في القاعدة هذيك وكل اقتراب ذاك ماذا بينا نقتربهم بعضنا ماذا بينا حتى الزوج بسيلش يدخل يعاون شوية في الكوجينة كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مهنة أهلة يعتبرها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واختراب من الزوجة مش يحكي معاها وتحكي معاها يغصب على روحه شوية حتى كما ينجع مش خطر الرجل تلقاه بتبعتهم يحبش يحكي ياسر ندخلوا لديتنا زادا ونحكيه ونغتنموا تلك الأوقات اللي هي متع الطبخ ومتع إعداد الطاولة وكل شي نغتنموها في الحوار بيش نتعودوا به وتبدأ الانتلاق في رمضان وان شاء الله نكملوا بعد بالنسبة إلى العلاقات مع الآخرين شهر رمضان طبعا هو شهر التضامن والتآلف والمحبة ورحمة الفقراء والمساكين كيف يمكن أن نغرس القيم المرتبطة بالتضامن في أولادنا في هذا الشهر حمدو الله احنا يربي لك الحمد التونسي في هذه والله الحمد معناها عنده كما نقول جدير بالشكر احنا نسيء التعامل مع أولادنا نضربوهم وكل المكلم لكن للأسف معناها حمدو الله يا ربي نلقى ورواحنا التونسي ننضامن مع غيره وين نسمعوا غيرنا صار في مشكلة يا ربي لك الحمد معناها تلقى الناس تعاود وطبعا الصغير كيف يشوف ابوه اعتناق بالمسكين الأقرب ليه أكيد هذه حاجة بشي تربع عليها معناها في النهاية صغير انت ينزبك تعاودوا وما ننساوش اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أجودة من مينابي حلم رسلة وأجودة ما يكون كان في رمضان فنغرس في أبنائنا المعاني هذا لكن ديما بالقدوة نجبنا حتى ما نكلموش مجرد أنا مش نخرج في تور مش نهز نوصله المسكين ونهز معايا ولدي ونقوله أي مدلو الطبق أكيد راهوا فيها معنى عظيم بالنسبة إلى سيرة الأرحم أيضا هي في شهر رمضان تفعل أكثر مسار الأيام كيف يمكن أن نربي أبنائنا على هذه القيمة العظيمة هي تفعل صحيح لكن بدأت تضعف شوي أحنا بخلنا الهاتف وبخلتنا المساجات نرقو حتى في العيد ولا يعيد على أخوه ولا بالإرسالية قصيرة طوح حتى إرسالية قصيرة ليه طوى مسانجر وواتساب وكهو أحنا ليه إفراطة والتفريط ماذا بينا العائلة نطلو عليهم نشوفوا أخبارهم خاصة نشوفوا أحنا في العائلة بتاعنا شكون اللي هو فقير أكثر من غيره اللي هو بستحق أكثر من غيره نستهدنو لداري بمعنى صيلة وصدقة نجم هو ظروفه وفي الدار نقولوا أحنا ما عندوش بشي طيب ماكلة كما قولوا أحنا بنين ولا كذا ولا حاجات نجم أنا نستهدنو معناها حتى في سلة الرحم يجب أن يكون عنا إعمال للعقل ننتقي وشكون اللي أنا نستهدنو أكثر ربما من غيره بهذا المعنى مش مجرد للأسف شديد خط ساعات تتولي فما مشاكل نتيجة سلة الرحم ربما كيولي الإنسان يتكرر زياراته ولا كذا دي معينه الإنسان دي معينه ميزانه ما ننساوش خاصتان خاصتان أمهاتنا وأبائنا بدوا بالنا لو خطر فهمها للأسف الشديد فهمها ناس يقول لك خدمة 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 لا في هذا الكل رد بالك معناها أمك خاصتان نوصيه على الأباء إياك تقول أنت ذريعة متاعك كونك بعيد على أمك ولا بعيد على أبوك هذوك أولى وبعد نمشي بشوي أخوتنا وبعد نمشي ونرل العائلة إن شاء الله عبنا إن شاء الله يا ربي جزيك الله الفخير دكتورة سماحة لأنك ذكرتنا بكل القيم الأخلاقية أو بأغلب القيم الأخلاقية التي دعا إليها أشارع الإسلامي نحن مشاهدين الكرام فرصتنا أيضا في هذا الشهر أن نقف عند القيم الأخلاقية التي أمر بها المولى عز وجل نحاول أن نغريسها في أبنائنا فرصة رمضان ثمينة لتأصيل مبدأ الحوار مع أبنائنا وإن شاء الله ننجح في مسألة التربية الإيمانية في بيوتنا أتونسية جزاكم الله الفخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه يا رب يا رحمن يا ودود إليك نرفع أيدينا في هذا الشهر العظيم خاشعين لعظمتك اللهم نور قلوبنا بحبك ولين ألسنتنا بذكرك وأنر عقولنا بتلاوة قرآنك واجمع شمل المسلمين برحمتك من المشف